ولكن معانا حد انا مش عادف هو سعيد ولا مس سعيد انا حطرت ولكن دايما كده بيكون تعليقاته احنا بنعتبره صديقه البرنامج لان عمر اديب دايما هتشوفه تعليقاته على النادي الاهلي اللي انا شخصيا بستمتع بيه وهو زعلان وهو فرحان نشوف اليه وانا قاعد طلع علي حاجة ان انا قاعد اقول ايه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم كده قاعد بتفرج على ماتش الاهلي وسيراميكا وفي الدقيقة 95 كالعادة كورة لو تلعبت مليون مرة مش هتتكرر مليون مرة اخوك امام عشور عدى وخد الباك في دهره ويلعبها بالي ارضه راحت خبطت في العرضة وخبطت في المدافع بتاع سيراميكا ودخلت جون والاهلي يكسب عندهم ده مش نادي القرن ده عندهم حظ القرن يعني القرن ده الاهلي طمع في كل الحظ اللي فيه فاخد كل الحظ اللي في القرن ده القرن الافريقي والقرن الزمني وكل شيء سيراميكا في اوقات كتيرة كان ممكن يغير الموتش انما تحسي كده يا اخي ان هناك شيء ما لازم لقى لي اكسب لازم طب على فاكرة يا جماعة لو كانوا لعبوا فانلتيز ضربات جزاء زي الموتش اللي قبله اللي 34 فانلتي دول اهو تنقط وانا قاعد والله اتنقط اعدت اخبط اقعد لوحدي اتجننت ما انا قاعد اخبط انه كل مرة نفس الحكاية وبعدين الهلوية يقولك يقولك يا اخي الموتش ولا حاجة الموتش كله ما كانش بيه حاجة فييجي العون الاهلاوي بقدرة قادر والكرة يعدي امام عشور كأنه حقيق بصراحة عدة من خور ميبرة تحس ان هو كان بيعدي من خور ميبرة عدة والعبها بالعرض ما فيش حد ما فيش حد يعني لو كانت اتلعبت كده خبطت في العرضة وجون بتاع السيراميكا ده جون عظيم عبقاري كان فتدخل جون والاهلي يسعد وينبسط ويفرح وعادي كده نواصل للنهائي والاهلي خلاص ياخد ويقولك ايه وخدنا السوبر السوبر اهلي السوبر ايه وبتاع ايه يعني ده حق ربنا حظ غريب لا يمكن يعني ان يضرعوا الا الاهلي يعني تقول لي مين تاني عنده حظ الاهلي اقولك الاهلي محظيز هو الله يا العظيم زنب عمر أديب في رقبة النادي الاهلي يعني كل مرة انا هو عمال يقول ويا عد من خور ميبرة انا فتكرت ما بيعرفش يوجف يعني لا لا هو خلي بالكو يا جماعة يعني الكلام طبعا عن النادي الاهلي ربما انت طبعا تكون سعيب بالنادي الاهلي ولكن فكرة الحظ مش حاجة انا بشوف ما فيش حاجة فكرة القدم اسمها حظ ممكن حظ داخل المباراة اللي هو فكرة توفيق في لقطة توفيق في مشهد توفيق في لعبة فكرة جماعة المباراة دي أصلا النادي لالي ليه عشرين محاولة راح بيوم على سيراميكا انت سيراميكا ليه محاولة انتارجت واحدة بس في المباراة فلو احنا نتكلم بعامل الحظ لا ده النادي لالي يبقى مش محظوظ لان طبيع من عشرين محاولة النادي لالي عنده في المباراة دي أكتر من أربع أهداف متوقعة في المقابل سيراميكا كولوباترا أقل أقل من هدف فبالتالي يا جماعة فكرة الحظ دي آه والكلام يعني على سبيل الدعابة ولكن فيه كتير من الزمالكوية عندهم قناعة فعلا حتى سمعنا ميده قبل كده قبل كده العامل الأندية حظ لا يا جماعة حظ النادي الأهلي هو قدرته حظ النادي الأهلي في لعبته حظ النادي الأهلي في مدربه حظ النادي الأهلي قبل كل ده في جمهوره هو ده حظ النادي الأهلي حظ النادي الأهلي أنه دي منظمته فكتبونه التاريخ واللي مش موجودين في حتة تانية فمش هتلاقي الحظ أعتقد وصلك بص ما فيش حظ يبقى استمر حوالي ما يقرب 150 بطولة ما فيش حظ يبقى استمر حوالي 100 عام الكصة باختصار شديد أنه أنت لما ما تعرفش قول حظ يعني لما ما تعرفش قول حظ فدي كل الكصة باختصار شديد ولكن أستاذ عمر أديب كان أصلا عنده تخوفات من مباراة السوبر المصري خلونا نسمع الفيديو عشان عندنا تعقيب مهم جدا أنا خايف بس الأهل يخلص السوبر ده وروح داخل على السوبر الإماراتي يعني يخش يلعب برضه في الإمارات عادي جدا السوبر الإمارات يلعبه ويكسب برضه وياخده بالمرة يعني ما هو قاعد هناك بقى بالمرة قبل ما ييجي يخشوا على السوبر الإمارات يلعبوه يعني هتعملوا إيه يعني إيه المشكلة وراكه إيه وبعدين تلقى الأهلوية بقى كتبين إيه طبعا طبعا إيه يا جماعة أنتوا راضينوا على نفسكم يعني راضين على المستوى ده تكسب به أنت شايف إن ده شيء عادل يعني ده شيء جيد وبعدين أما تيجي تتكلم بقى يقولك ما هيديك كورة خلاص ولو الأهل يكسم من الأول يقولك الفن والمش عارف إيه واللياقة واللعيبة وبتاعه وبعدين تيجي كده يقولك إيه ما هيديك كورة والأهل نادي بطولات البطولات بتجري ورا الأهل مش الأهل اللي بيجري ورا البطولات حاجات بقى الألوية يقولك حاجات من اللي تنقت يعني هو أنت كده كده هتتنقت يا أستاذ عمر الحقيقة يعني طالما أنت شاغل نفسك بالنادي القالي وعملت بص الفوق فعملت الكعب التحت بصراحة الحقيقة يعني لأن الحقيقة النادي القالي صعب جدا طب أنت قبل بطول كأس العالم قلت ده أصلي فرقة ضعيفة وبتكسب عشان اللي حواليها أضعف منها بغض النظر أنت بتشجع نادي الزمالك ونادي الزمالك من اللي حواليها ولكن تكن ترجيتك التحق جدا فوزنا على التحق جدا وجينا خلصنا بطولة مونديال أندية فروحنا كسبنا سراميكا وإنت قبل ماتش فيوتشر بتتكلم وإنت عندك ثقة أن النادي القالي بطل السوبر طب الثقة دي جاي لك من إين عشان أنت عارف قدر النادي القالي كويس قوي وعارف قوة النادي القالي والقصة مش حاصة زي ما أنت بتحاول تروج فيه الفيديو اللي حصل قبل كده اللي هو كان بعد مباراة سراميكا لكن الكوميدي في الموضوع أن أنت قلت إيه أنا خايف النادي الأهلي يخلص بطولة السوبر المصري تاني يوم ياخد السوبر الإماراتي والحاية ده حصل فعلا يعني سبحان الله يا أخي ده حصل الأهلي المصري خد السوبر المصري أمام فيوتشر تاني يوم شباب الأهلي الإماراتي خد السوبر الإماراتي أمام الشرق بنتيجة ستة مش واحد لا تقلقش ستة اتنين لو كانت ستة واحد أعطاكها تبقى صعبة لكن هي كانت ستة اتنين وده اسم النادي الأهلي اللي تم ترديده في كل الوطن العربي ليه؟ لأن الأهلي المصري كان ملهم لكل نادي بيبحث عن تحقيق إنجاز ملهم لكل نادي في كل الوطن العربي إزاي تكون فريق عريق إزاي تكون فريق ليك تاريخ إزاي تكون فريق بطل إزاي تكون سوبر